تقوم الحكومة بضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية الأساسية بالمجمعات الاستهلاكية وذلك في ضوء التوجيهات الرئاسية بتوفير السلع بأسعار مناسبة للمواطنين ويأتي ذلك بالتزام مع توافر احتياطي استراتيجي يغطي فترات طويلة من كافة السلع جهود كبيرة تقوم بها الدولة لتوفير السلع الأساسية للمواطنين وتلبية احتياجاتهم من خلال ضخ كميات كبيرة من هذه السلع كالأرز والسكر والدقيق في مختلف المجمعات الاستهلاكية وبأسعار ذات أفضلية من الأسواق الحرة مع التأكد من صلاحية وجودة السلع بالنسبة لتوفير السلع الحمد لله رب العالمين كل السلع موجودة بشكل يومي بندخ بشكل يومي من مخازن الشركة عندنا من خلال الشركة المصرية وشركة قبضة اللحوم التزيجة موجودة عندنا اللحم السوداني بـ 115 جنيه كيلو على أقبل الشركة جدا عندنا حضاك السلع الأساسية كلها السكر عندنا الحر بـ 13.5 سعر السكر التمويني بـ 10.5 سعر الرز التمويني 10.5 والرز الحر 15 وعندنا دقيق سعر كيلو 11 جنيه موجود برضو بكميات متوفرة كبيرة الحمد لله رب العالمين أقل من بره بحوالي 30% على الأقل المواطنون أكدوا تميز جودة اللحوم بالمجمعات وتوافرها ومناسبة الأسعار مقارنة بغيرها من الأسواق الحرة وأكدت وزارة التموين وجود احتياطي استراتيجي للحوم لمدة عام ونصف وفقا لتصريحات وزير التموين والتجارة الداخلية بالإضافة لتفعيل دور الرقابة لمواجهة عدم التلاعب بالأسعار وتأكدي من توفر السلع المختلفة هنا أسعار كويسة وبردك بالنسبة للحوم جوه الأسعار كويسة والأسعار هنا تماما كل حاجة متوفرة والأسعار كويسة أنا باخد لحوم من هنا على طول يعني أسعات باجي ما بلاقيش بس ببشتريش لحمة غير من هنا لحمة حلوة جدا هنا فعلا بالأمانة يعني لحمة هنا كويسة جدا جدا كويسة أسعار كويسة طبعا لأن برأ الأسعار غالية طبعا فأنا باجي هنا رغم أن نساكن جنب الجمعية على طول توفر السلع الأساسية بالمجمعات الاستهلاكية وبأسعار مناسبة يأتي استمرارا لتوجيهات الرئيس السيسي بتخفيف الأعباء عن المواطنين واستمرار حزمة الدعم الاجتماعي الإضافي حتى يوليو من عام 2023 موسيقى